النزاع على الأرض والتسويات غير المرضية أكثر القضايا القادرة على إشعال الحرب بين الجيران إقليم كشمير ذو الطبيعة الخلابة بين ناري الهند وباكستان منذ عقود طويلة بسبب النزاع عليه بين البلدين القصة بدأت برشقات عسكرية طائرة هندية تغير على المنطقة الخاضعة لباكستان من إقليم كشمير فتتصدى لها الأخيرة لم تنتهي القصة على هذه الخاتمة جاء دور باكستان فأغارت طائراتها على القسم الخاضع للهند من الإقليم نفسه تعلن الهند إسقاط إحدى الطائرات الباكستانية فتبادلها باكستان بإعلان مضاد عن إسقاط طائرتين هنديتين هذا الجو المتلبد بين الجارتين النوويتين أدى إلى خلق حالة من التأهب بين كلا الجانبين استعدادات عسكرية ورفع مستوى الجاهزية وإغلاق المطارات وتعطيل الملاحة الجوية ما وراء التوتر العسكري لسان سياسي يعلق على المشهد المتحدث باسم وزارة خارجية الهند يبرر بقوله إن الطائرة الباكستانية استهدفت أثناء مشاركتها في عملية لضرب منشآت عسكرية في الجانب الهندي وزيرة الخارجية شوشما سواراج أضافت أن بلادها لا تريد مزيدا من التصعيد مع باكستان وستواصل التصرف بمسؤولية وضبط للنفس على الضفة الأخرى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي يحذر الهند من تحدي بلاده ويعلن الاستعداد لرد على ما دعاها أي مغامرة غير محسوبة من الجار الغريم دوليا لا تفوت واشنطن كعادتها أي قضية عالمية دون تعليق عليها وزير خارجيتها مايك بومبيو يدخل على خط التوتر ويهاتف نظيريه الباكستاني والهندي داعيا إياهما إلى التهدئة وضبط النفس والتصرف بروية وتوازن فتيل أزمة اشتعل بشكل فعلي لكنه لما يصل بعد إلى برميل البارود الذي لو انفجر لشغل العالم عقودا طويلة بحرب يؤججها تقاطع المصالح الدولية وسياسة الأقطاب المتنافرة